بسم الله والحمد لله والصلاة 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 قبل ما تشوف الفيديو متنساش تدعمنا القناة بتاعتنا يا جماعة بنبزل فيها مجهود جبار جدا واي حد شايف القناة هيلحظ المجهود ده بنقدم المحتوى كله مجالا لوجه الله سبحانه وتعالى عشان ننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة حاول توصل الفيديو ده لصحابك تعمل لايك تعمل سبسكرايب او اشتراك للقناة وتنشر الفيديو تأخد لنك الفيديو وانشوره على الجرابات عندك على تالي جرام على واتساب على فيسبوك انشر القناة لاصحابك عايزين يا جماعة نوصل لكل طالب في مصر متوقفش الخير عندك متوقفش الخير عندك وانشر القناة ودعمها انت كده بتدعمنا لما تعمل لايك تعمل تعليق تعمل سبسكرايب تعمل شير للقناة او الفيديو انت كده بتدعمنا بتدعم القناة عشان نقدر نكمل وننفع اكبر قادر ممكن من الطلبة صلى الله عليه الصلاة والسلام بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام وعصول الله في الحلقة النهاردة يا شباب نحل مع بعض سبات الشعر في عصر صدر الإسلام سنة ثانية يا سنة وطبعا ضفعتنا الأمورة الجميلة عشرين تلاتة وعشرين ضم صدر وسلم وبارك عسيني محمد طبعا ألف معكم لا أسئلة مباشرة ممكن نجلب من الكتاب عادي نخش على الأسئلة المهمة اقرأ الأبيات ثم أجبنا أسئلة قال أبو الدرداء يريد المرء أن يؤتامناه يعني المرء عايزت ياخد كل حاجة ويأبى الله إلا ما أراده اللي ربنا بس يريده هو ده اللي أنت هتاخده يقول المرء فائدتي وماري يعني المرء يقول ايه أنا عايز فلوس عايز فوائد وتقوى الله أفضل ومستفادناء تقوى ربنا هي أحسن حاجة أنت ممكن تأخذها في حياتك لما تلاقي الشاعر بيقولك ابعد عن الفلوس والحاجات دي وركز على التقوى ركز على العبادة ده كل اسمه شاعر الزهد ده اسمه شاعر ايه شاعر الزهد يبقى الغرض الشاعر الجديد للظهر طبعا ده اسمه شاعر الزهد قال الشاعر ونعلم أن الله لا شيء غيره وأن كتاب الله أصبح هادية حدد من خلال بيت المصدر يتأثر به الأدب في عصر الإسلام طبعا تأثر به يا جماعة بكتاب الله زي ما انت شايفه أن كتاب الله أصبح هذا يعني بنقول طبعا القرآن الكريم قال عبد بني الحسحاس عميرة تودع إن تجهست غادية كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية عميرة دي اسم المحبوب بتاعته يقول ودع عميرة خلاص لأن انت بتحبها دي ودعها خلاص اللي بتحبها في الحرام دي ودعها كفى الشيب والإسلام للمرء ناهية يعني الشيب والإسلام لازم ينهوك عن الحاجة دي الشيب يا جماعة اللي هو إيه من الأخير كده الشيب اللي هو العجز زباع دي وعجوز يعني والإسلام طبعا إسلام دي الإسلام يقول الحاجتين دول كفاية أو أنهما ينهوك أصلا عن فعلك مرغرض الشعر دي عزم الشعر تركه طبعا الشعر هنا هيترك إيه بقى؟ هيترك الغزل لو بصلنا الشعر يقول هيترك الغزل أنا خاصها عباطة يكتب شعر حب فيك تاني خلاص وما اللي لنس يدفعه إلى ذلك طبعا هيتدفعه إلى ذلك تأثره طبعا بإسلام وتأثره بالشيب زي ما أنت شايف قال ابن المقبل وإذا افتقرت إلى الزخاء اللي لم تجد زخرا يكونوا كصالح الأعمال يعني لو معكش فلوس أحسن حاجة تمتلكها في حياتك تكون كصالح الأعمال أحسن حاجة هي صالح الأعمال أعمال الصالحة دي برضو شعر الزهد يقول لك سيب الفلوس وركز على الأعمال الصالحة اسم الشعر إيه شعر الزهد ظل الشعر في عصد إسلام تقليديا محتفظا ما كان عليه القصيدة الجهلية من حيث إيه؟ طبعا احنا خدنا جمعا الشعر كان بالزبط زي الشعر الجهلي من حيث الأوزان الوزن واحد والقافية واحدة يقول الحطيئة ولست أرى السعادة تجمع مال ولكن التقية هو السعيد التقوى يا جماعة ده باسم شعر الزهد برضو وتقوى الله خير الزادي زخرا وعند الله للأدقى مزيد ده اسم شعر إيه شعر الزهد قال ناشر الحري ولست بعازف عن ذكر سلمة وقلبك عن تمادر غير صاحي تبسم عن حصى برد عذاب غر كأنه نور الأقاحي لو بصيت عن الحج يتكلم عن محبوبته والاسمها سلمة تتبسم عن حصى برد عذاب الغر كأنه نور الأقاحي يعني أصده من الأخي جاء عينيها بتلمع كده ووشها أبيض يعني بيلمع وراء النقاب بتاعه وراء الحجاب اللي هي لبساء يعني بيتكلم عن لونها بيتكلم عن عينيها حواجبها شعرها ديها على طول ده اسم شعر إيه من الحج اسمه غزل فاحش أو بيسميه الغزل الصريح وانت مجمد للإسلام هنا عارض الغزل غزل الفاحش أو الغزل الصريح قال الشعر والقادسية القادسية ده اسم معركة جماعة معركة القادسية المسلمين ضد الفرس والقادسية تحين زاحم رستم رستم ده كان قائد الفرس كنا الحماتة بهنك الأشطاني الضاربين بكل أبيض مخزمين والطاعنين مجامع الأضغاني أبيض جميلة قوي في طبعا يظهر في البيتين السابقين سقوط من زيت المتكسبين بالشعر لا مش بيتكلم عن الناس بيكسب فلوس من الشعر طب تحريم الإسلام للخمر ما جابش سيد الخمر خالص ولا جاب العصبيات العصبيات اللي هو القبائل اللي ما تيجد تتخانق مع بعض اللي جاب صحيح بأن شغال العرب بالفتوحات قال الشماخ المضرار تبرأت من شتم الرجال بتوبة إلى الله مني لا ينادى وليدها نقول لنا توبت خلاص من شتمة الرجالة مش هشتم حد تاني يبا طبعا الغرض الشايد عرضه الإسلام في بيت السابق هو طبعا الغرض الهجاء اللي هو الشتايم وبكدك وخلاص حيات النهاردة يا جماعة وبإذن الله في حلقة جانب كامل بيت التردبات سبحانك اللي هو بحملك نشده الله إليه إلا أنت نستغفرك واتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته